السلام عليكم متابعي قناة خيط ومي قسمة أم نادا أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الفصالة وخيطام درس اليوم باترون ديكوبل أو بارانسيس أو قصة الأميرة الشكل الياله هي أساس ديال عدة قصات كيما كتشوفوا في الصور يمكن نخدم بها عدة موديلات يمكن تخدم بجوج ألوان يمكن تخدم في العبايات في الفساتين ديكي يجي الشكل الياله فهذا الطريقة ملاحظة باش نعملو هاد القصة أو بنسا ديال الفرنسيسا كنحتاجو كنضيفو الخياطة زيادة الخياطة وزيادة البنسا نبدو على بركتي الله بعد الصلاة على الرسول ديبا هدا هو الباترون ديالنا اللي كنخدمه عادي بالقياسات ديالنا كنتم لكم درس اخر القياسات والتطبيق على الباترون غنخليها لكم في شاشة نهاية لما شاشت ديال درس هذه دورات الصادر دورات الحزام ودورات الهونش كنخدموا الباترون ديالنا عادي بالقياسات ديالكم وباش نعملو ديكو برانسيس كنجو طرق اللي معروفة كنالي كيقسمه من الكتاف كيقسمه على اتنان وكيحسب من الحلماتين مسافة اللي بين الحلماتين كيقسم على اتنان كينزل بنفس المسافة الطول ليلة تصميم وكينا الطريقة اللي معروفة هدي اكتر ولي كيعملوها الناس بزاف ديكوبات ديالهم في تصاميم هي اللي كتحسب حردة الابط كتقسمها على اتنان مثلا هذا هو باترون ديالنا وهدي الحردة كنجيبو مترو وكنوقفوها بهذا الطريقة وكنحسبوش حال فيه وكنقسمو على اتنان وكنحدو المنتصف دياله وعادي نقسمو او ساني هاد المسافة هدي على اتنان مسافة ديال الربع ديال دورة الصدر شحما كان عندكم فيها كتقسموها على اتنان او ثاني دورة الحزام الربع دياله كنقسموها على اتنان انا انا خطعت عفوا جوجو نص انا عندي سس سنتيم كنقسمو على اتنان ثم او ثاني في دورة الصدرون شديالكم شحما كان عندكم كتقسموها كذلك في جليل او في القاعدة ديال الجلابه ولا تصميم ديالكم بعد ما قسمنا مسافات على اتنان كنصيلو دابا النقط اللي منا كنصيلوها مع بعض كنصيلو بهذا الشكل خطوط المستقيمة مع بعض ومن الحابدات الكاتف لدورات الصدر كان عملوها بشكل مائل بهذه الطريقة يأيما تستعملوا بيستولي يأيما يدكم لما تمكنا متحريفة عملوها بيدكم ما عرفتوشي يأيما تستعملوا بيستولي بعد ما حددنا ديكو برانسيس دينا نقطعوها تحريفة بشوية بمقس باش متخسروشي ديكو بديالكم وبعد ما حصلنا لديكو بديالنا غادي منتقل معاكم لطريقة تطريق دياله على التوب مثلا هذا هو التوب ديالنا وهذا هو تصميم عفوا باترون ديالنا كنت نيو التوب على أربع الطول يالو على أربع هنا يا إلا كنتوا غادي تعملوا الموديل مفتوح من الأمام أو الخيط مخيط من الورق كما كتشوفوا في تصميم في الصور كنتوا تعملوا لصدايف من الأمام أو للسنسلة أو للخيطة غا تجي من اللور فغا تتفصلوا على هاد الجيهة يعني جيهة مسدودة وجيهة مفتوحة بهاد طريقة تنزلوا باترون ديالكم وغا تفصلوا عليه إلا كنتوا غا تخيطوها مسدودة وجوج جيهة حال موديل اللي كتشوفوا كذلك في الصورة فغا تخيطوها اتفصلوا على الجيهة اللي مشدودة وجوج بهاد الطريقة غا تنزلوا باترون ديالكم كنتمنى سيكون شرح واضح لفغا تنزلوا باترون ديالنا للتوب هيدا وغا تنزلوا هنا في الكاتف كنزيدو جوز سنتين في العلو ديالو باش ميك نخيطو قطعتين مع بات ما كيجيناش ديكالاج هنا بعد ما زدنا جوز سنتين في الفوق انهودو انترسيوه هنا انا غا تنزلوا نيشان على الباترون ولكن عادة غا تنزيد حق الخياطة وحق البنسة هنه عندكم جوج طرق يا اما تخليوا سنتين من هالجيه و سنتين من هالجيه نزيدوه يا اما تزيدو جو سنتين و نص من جيه وحده كما تشوفو انا قسمت هنا بين سنتين و سنتين كل جيهة انا دراست الشكل اليوم لا تنسوش سنتين من نص ديالخياطة اللي كتزيدو دائما لا بغا انقطع الباترون ديالي انا هنه يتوب عندي على اربع يعني سايف شوية تقطع وهذه هي ديكوب ديالنا اللي حصن عليها بعد ما قطعنا كنحصل لها اربع قطع ديال اتنان ديال خلف و اتنان الامام و الامام و الظهر كنناخدو الامام و كننعوطو له بتحريفة ديال العنق بهذا الطريقة كنحصل لها اما كول فيا اما كول دائري شو ما لحسب الموضي اللي غتتخدمو و اتنان الامام و الى الخلف بالقصة برانسيسة كما كتشوفو ديكوب برانسيس هذا هو الشكل يالك يجي بعد الطريقة بعد ما كنخيطوها كيجيو مضبوطين مع باطسون بكيجيش ديك الدكالاج دي بغا نوريكم بالطريقة مختصرة كيفاش كتركب هاد القطعة مع الجوانيب القطعة اخرى سوف يعمل معكم ان شاء الله تطبيقات لموديلات كبارين سوفوها معي ان شاء الله انا بغيت غير نعطيكم فكرة مختصرة كيفاش كتخيتو مع بعض دائما شبروها بالخيط الابرة قبل ما تخيتوها بماكينة مش ما يجيكمش فيها شاوي جيش او تكمش مش كجيكم مضبوطة شبرو هادا تخيتوها بالخيط الابرة ما هي الشكلية بعد ما كنخيطوها طبعا قصة براسيس كتعرفو كيتجي الخيطة ملفوق كينة اللي كاملات كيزيد لها خيطة ملفوق مش كتزيد لديك الجمالي هديي الابرة ديكو برانسيس و نفس الشكل نخيطه القطعات ثانية بها الطريقة و نقلبه و نعود الخياطة من الفوق هذا هو الشكل بعد ما خيطته أنا درسنا اليوم انتها كانت منها تكونوا فهمتوا هاد القصة و تعلمتواها مزيان لأنها ديكو برانسيس نحتاجها بزاف لعبايات لغو بسواغي كنت تحتاج بزاف لموديلات و هي أساس بالعب موديلات كنتم نعرض كل الشرح دياله واضح و فهمته و ما تنسوش إذا كانت هذه أول زيارة لكم القناة الاشتراك في القناة و تفعيل الجرس و تشجيعنا بلايك و دعوتكم جميلة والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته في أمان الله